السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات اللون الأبيض الذي نجده على سطح اللسان هو فرط نمو المبيضات وهذه الحالة المرضية تسمى داء المبيضات أو الكانديدة وعادة المبيضات توجد في الجسم بشكل طبيعي وسلالات عديدة منها لكن الأمر هنا مختلف ما هي الأسباب وما هي أفضل طريقة لعلاج المبيضات تحدث العدوى في ثلاث أماكن العدوى المهبلية والعدوى الجلدية والعدوى في الفم والقلاع الفموي وعند إصابة اللسان تكون المبيضات شبيهة بالطلاء الأبيض على اللسان الجسم ميزان فيه الجيد وفيه السيء حتى السيء الذي في الجسم هو ضروري من أجل التوازن والميزان وهو بمقدار معين وهذا السيء لا يصبح سيء وضار إلا في حال نموه بطريقة تغير التوازن فالأشياء السيئة لها مهام تقوم بها لكن إذا تغير الميزان وأصبحت مسببة للأمراض بطريقة خارجة عن السيطرة هنا تتكاثر المبيضات بشكل عام والمبيضات أنواع عديدة 31 نوع مختلف 5 أنواع من هذه المبيضات تشكل أكثر من 90% من الإصابات بالمبيضات وأكثر نوع شائع ومعروف بين الناس اسمه كانديدا البيكانس الأدوية المضادة للفطريات والمبيضات البيض حساسة جدا ويتم القضاء عليها بسهولة والأنواع الأخرى من المبيضات مقاومة لذلك هي تشبه المضادات الحيوية التي في حال استخدامها تطور سلالات أكثر مقاومة وهذا ما يخلق الإختلالات في التوازن هنا علينا أن نكون منطقيين وحذرين عندما نفكر بالأمر فعند التعامل مع البكتيريا والفيروسات نفكر في قتلها جميعا لأننا نعرف بأنها جميعا تسبب المرض من أجل ذلك نفكر بقتل الجميع ولكن يجب أن ندرك وأن نصل إلى قناعة هامة هي أن الأمر يتعلق بالتوازن فعندما نقوم بقتلها جميعا نحن نقوم بخلق حالة من عدم التوازن يجب أن نفكر بحقيقة هامة هي أن الجسم كميزان ونظام بيئي يكون المبيضات كجزء من الماكروبيوم الكل ويجب أن نفكر في الماكروبيوم الذي يعيش في القولون أو في الأمعاء الغليظة وهناك بعض البكتيريا في أماكن أخرى أيضا لذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة فإن الأمر يكون أشبه بإصابة المعيدة الناتجة عن عدوى في الجهاز الهضمي فعندما تصاب بعدوى في جهاز الهضم يحدث نمو مفرط لشيء ما في المعيدة ويحدث خلل في التوازن طيب هل حدوث نمو مفرط في المعيدة يعني أن الحل هو قتل المعيدة أو قتل الماكروبيوم بشكل كامل؟ في الحقيقة علينا أن نفهم ما هي أسباب الخلل وعندها سنعالج جذر المشكلة وبشكل نهائي هل تتوقعون ما هي الأسباب؟ نعم أولها السكر والنشويات والكربوهايدريت هي الغذاء الرئيسي للفيروسات والبكتيريا فعند تناول كميات كبيرة من السكر والنشويات نحن نخلق اختلالات خطيرة في الميزان وفي مرض السكري غير المنضبط حيث يتناول المريض الأدوية بدون اتباع حمية غذائية يكون السكر غير مضبوط ويكون لدى المريض المزيد والمزيد من السكريات المسببة للأمراض ومرض السكري ما هو إلا اضطراب استقلابي حيث يملأ الشخص جسمه بمزيد من الوقود كميات كبيرة من الوقود تؤدي إلى اضطراب وعدم توازن فيرتفع مستوى السكر في الدم ويصاب الإنسان بالسكر من الأسباب الهام والشائعة أيضا للخلل الذي نتحدث عنه في هذا الفيديو تناول المضادات الحيوية ومضادات الفطريات فهي تقتل دون أي تمييز تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة هدفها قتل مسببات الأمراض لكن للأسف نحن بذلك نقوم بقتل معظم البكتيريا الجيدة والنافعة وبعدها نبدأ بالبحث عن كيفية بناء ما هدمناه وما قتلناه إضافة للمضادات الحيوية هناك أدوية أخرى تفعل نفس الفعل السيئ مثل موانع الحمل والمناشطات سبب آخر هو الإجهاد فعندما يتعرض الجسم للإجهاد يركز على حالات الطوارئ اهتمامه سيتركز على الحالة الطارئة لذلك في أي وقت تشعر فيه بالتوتر ستقلل من الأولوية لأمور أخرى مثل الهضم وربما تقلل الأولوية للجهاز المناعي فبدل من أن تقوم بعملية هضم الطعام وتساعد على إنتاج خلايا مناعية وتقاوم مسببات الأمراض فإنك بالتوتر ستمنع جميع العوامل التي تجعل أمعائك تعمل بشكل طبيعي استخدام الأدوية في بعض الحالات هام لكنه في حالات كثيرة يمكن أن يسبب مشكلة وخلل كبير في التوازن كما أن استخدام الأدوية لن يعالج جذر وأساس المشكلة فالسبب سيبقى ولذلك ستعود المشكلة من جديد وتتكرر باستمرار يجب أن نفكر بطريقة مختلفة فهناك ظروف معينة في الجسم توفر فرص مختلفة لجميع مسببات الأمراض وهي تنتهز الفرص المناسبة وما لا يعرفه معظم الناس أن هناك مليارات من مسببات الأمراض موجودة في أجسامنا ونحن أصحى وفي أفضل حال وهذه المسببات للأمراض تكون موجودة فينا تنتظر الفرص المناسبة وعندما تتاح الفرص لها فإنها تنمو وتتكاثر وتشكل خلل وعدم توازن تصور أنه إذا كان لديك مايكرو بايوم ضعيف وليس لديك ما يكفي من البكتيريا أنت تحتاج لمليارات وربما لتريليونات من البكتيريا من أجل تحقيق التوازن تصور أن يكون لديك الكثير من السكر وتتناول مضادات حيوية وتقتل هذه البكتيريا وأيضا تتناول مضادات للفطريات وتحدث خلل في التوازن بين الفطريات لأنك تقوم بقتلها وقتل البكتيريا بدون تمييز أنت بذلك تسبب نمو زائد للفطريات وعن تناول دواء لقتل هذا النمو الزائد ستبدو الأمور ظاهرا أفضل ولفترة محدودة لكن الأمور هي في الحقيقة أسوأ وخلال وقت قصير ستعود المشكلة مرة أخرى فالظروف لم تتغير والمشكلة الأساسية لازالت موجودة لذلك وبدلا من العلاج بالأدوية يجب أن نفكر بطريقة أخرى يجب تقليل السكر والنشويات فالسكر هو الغذاء المباشر والنشويات تتحول إلى جلوكوز بسرعة وهي الوقود المفضل للتكاثر والنمو يجب أن يكون الطعام متنوع وتناول طعام يغذي البكتيريا النافعة التي تحافظ على التوازن لذلك يجب تناول أطعمة متنوعة غنية بالألياف المختلفة يمكن زيادة البكتيريا النافعة وتحسين الحال من خلال تناول الأطعم المخمرة فعملية التخمير هي عملية زرع للبكتيريا المفيدة وتناول هذه الأطعمة يساعد في التكاثر وتنمية البكتيريا المفيدة وبعض الخمير المفيدة والتغلب على مسببات الأمراض من جهة أخرى فإن تناول برو بايوتيك كمكمل غذائي يمكن أن يكون مفيد جدا فعند تناول برو بايوتيك فإننا نقوم بزراعة بكتيريا نافعة في أمعائنا أما البري بايوتيكس فهي عناصر غذائية وألياف تساعد في تغذية البكتيريا النافعة برو بايوتيك مفيد أيضا تناول الثوم وخل التفاح الذي يعمل كوقود لكثير من أنواع البكتيريا المفيدة يجب أيضا العمل على تقليل الإجهاد والتوتر والابتعاد عن الضغط النفسي قدر الإمكان فهي أسباب رئيسية للمشكلة يجب ممارس الرياضة التي تلعب دور أساسي في هذا الموضوع تمارين رياضي أو ماشي لمدة نصف ساعة يوميا مع ممارس التمرين التنفس شهيق عميق وزفير طويل فالجهاز الهضمي سيعمل بشكل أفضل بكثير مع الرياضة اليومية والتوتر سيخف مع الرياضة وأيضا الإجهاد سيتحول إلى نشاط وحيوية شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص إذا كنت ترغب بفهم عمل جسمك وأجهزتك بشكل دقيق وإذا كنت تعمل للوصول إلى صحة سليمة بعيدا عن الأمراض تأكد من الضغط على اشتراك وأيضا تشغيل الإشعارات ليصلك كل فيديو جديد لي ربما يحمل لك فائدة كبيرة وفرصة لعيش حياة جديدة بعيدا عن الأمراض كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد تعيشون وتقيمون ووصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته مفيدة لمن يدخل التعليقات معظم أسئلتكم إجاباتها موجودة بفيديوهات قدمتها في قناتي اكتبوا الدكتور نوار علي والموضوع الذي تسألون عنه يعني مثلا الدكتور نوار علي التهاب المفاصل واضغطوا على البحث باليوتيوب ستظهر مجموعة فيديوهات لي حول التهاب المفاصل وأي موضوع آخر يتم بنفس الطريقة أحبائي أنصحكم بالضغط على هذا الرابط ومشاهدة فيديوهات هامة ومفيدة جدا اكتبوا تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته